أهلا بحضراتكم من جديد المجلس القومي للأجور عمل إمبارح اجتماع مع أصحاب الأعمال لمنقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور علشان يوصل لـ 3000 جنيه على العملين بالقطاع الخاص وكمان صرف علاوة 200 جنيه علاوة استثنائية اللي تم في هذه النقاشات إمتى أصلا حيتم صرف هذه العلاوة السئلة كتير هيجاوبنا عليها ضفنا دروقتي من وردنا في الستوديو الأستاذ مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور سبع الخير على حضرتكم عماذا أصفرت هذه النقاشات وإمتى يتم تطبيق الحد الأدنى ورفعه لـ 3000 جنيه هي النقاشات لم تتوقف منذ بداية الإعلان الدولة المصرية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه على العملين في الجهاز الإداري للدولة ويمكن إحنا شفنا رئيس التحاد الصناعات ويفقدام رئيس الجمهورية في مؤتمر معا للصناعة وقال إن إحنا عندنا استعداد إن إحنا نطبق الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه وإن إحنا كمان نطبق العلاوة الاستثنية المقررة بـ 300 جنيه ومن هذا الوقت بدأ المرجلس القومي للأجور يناقش مع أطراف عديدة داخل القطاع الخاص آليات التطبيق وخيفية التطبيق كل ما يحدث الآن هي مشاورات لكيفية التطبيق لسبب مهم جدا أن إحنا عايزين أكبر عدد من هذه الشركات يعلن أنه سيطبق الحد الأدنى للأجور لأن إحنا مش هنفرح أن إحنا نطلع نعلن بيان ونقول أن إحنا طبقنا ونكتشف في الآخر أن 19 ألف شركة أعلن أنهما مش قادرين أنه مش عارف كم شركة أعلن أنهما مش قادرين كده عندك رؤية يعني كم عدد العمال اللي متوقع أن هما يستفيدوا من هذا؟ يعني لا هما بص أصل القرار بيطلع لكل العمال مما فيهم العاملين في الصناعات الصغيرة ومتنهيض الصغر يعني لا يسسني أحد من القطاع الخاص والقطاع الخاص ده أعداده ممكن تتراوح ما بين إحنا ما عندناش عدد دقيق برضو عشان نبقى صادق معك ممكن يبقى 24 مليون ممكن يبقى 23 مليون ممكن يبقى 21 مليون الكلام كتير والأرقام كتير وبشكل يعني 20 إلى 25 مليون لكن في النهاية إحنا بنسعى جاهدين خلال الإقرار ده لأن إحنا شفنا يمكن الفترة اللي فاتت الدولة كان لديها إصرار على تطبيق لحد الأدنى الأجور وصار في العلاوة لدى شركات التابعة أو العاملين في الدولة حتى قالت أن بالنسبة للشركات التابعة الشركات التي لا تستطيع تروح لصندوق الطوارئ صندوق الطوارئ هيساعدها عشان تدفع للناس وبالتالي هناك طب إحنا عايزين نتكلم في النقطة دي هناك شركات تمر بأزمات ما حتى عندها إشكالية في مسألة أنها تعمل على واستثنائية أو أنها ترفع لحد الأدنى لتلات تلاف جنيه الدولة هنا بتقدم إيه أو دور المجلس في صندوق الطوارئ اللي هو الخاص بالتابع لوزارة القوى العامل الدولة قالت يعني تصريح لها رسمي أن الشركة التي لا تستطيع تطبق لحد الأدنى الأجور الدولة تعي الظرف الحالي وتعرف تداعياته وتأثيره على الناس وبالتالي هي تساعد بكل قوة بحيث أن المعظم الناس تقدر تستفيد طب الناس تقدر تستفيد في 2014 فيه شركات طلعت قالت أنا مش أدرة وشركات طبعاً من شركات قطاع العمال العام النهاردة قيلة لهذه الشركات الشركة اللي مش أدرة تدفع لحد الأدنى للأجور تطبق لحد الأدنى للأجور 3000 جنيه أو تدفع ل300 جنيه العلاوة للإستثنائية إحنا موافقين أن إحنا نديها بس هنراجع وراءها وهنشوف طبعاً ما فيش حد يدفع المدارس الخاصة تحديداً يعني ما هما دول من أصحاب دي أكتر الناس اللي ربما يعني فيه مدرسين بتتراوح أجورهم 2000 و 3000 جنيه فعلاً ده المدارس الخاصة دي حاجة معروفة لا يعني أصحاب المدارس الخاصة طرف أصيل في اتفاق أصحاب الأعمال وإن شاء الله يعني شوف هو المجلس القاومي للأجور عنده دول أنه يخاطب هذه المدارس الخاصة هو بيخاطب أصحاب الأعمال ومن ضمن أصحاب الأعمال أصحاب المدارس الخاصة لها ممثل موجود دايماً في الاتفاقات وكل حاجة لأنه طبعاً دول عدد كبير ويعني وعنصر فاعل في مسألة الناس دا إحنا لا نسسني أحد في النقاشات لا نسسني أحد في اللقاءات إحنا يعني في المجلس القاومي للأجور فاتح يعني حضرتك لو هو قالك أنا مش قادر حتروح ترجح السباته طبعاً ده مؤكد لا لا ده فيه آلية يعني فيه آلية لمسألة الاستثناء المؤقت من الحال تطبيق الحد الأبنى للأجور يعني أنا ما فيهش أي صحيح إيه مهامح الآلية مفرداتها يعني مثلاً ما فيهش واحد ييقول لي أنا مش قادر وأنا أقول له شكراً خلاص أنت مش قادر لا إحنا يعني إحنا 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 المجلس القاومي للأجور لا توجد لديه الآلية نفسها بس إحنا عملنا إيه إحنا اتفقنا مع وزير القوى العاملة بصفته عضو في المجلس القاومي للأجور اتفقنا معاه إنه هو عنده يعني مدريات القوى العاملة منتشرة على المستوى الجمهورية يعني هذه المدريات جواها لجان تفتيش يعني كل المصانع خطعة لليجان التفتيش دي التابعة لوزارة القوى العاملة فأوكالنا لوزارة القوى العاملة إن هي تقوم بهذا الضور إنها تفتش على الشركات اللي هي مش قادرة أو بتقول إنها مش قادرة تطبق لحد الأدنى للأجور فبتراجع من الزنياتها وتراجع أوضحها وتراجع موقفها وتراجع كل حاجة في الأمر كلام سليم إن لقت الشركة تستحق بتكتب تقرير إن هي هذه الشركة تستحق إن هي إن إحنا نعفيها إعفاء مواقع لحين تحسن أحوالها المالية لإن لا يملك أحد إن هو يعفي شركة بشكل مطلق لا إنت بتعفي لأن المرحلة دي من خلال هذه الألية بالزبط كلام سليم لكن لو بعد أسبوعين ثلاثة شهر سنة قدرت بتطبق على طول لأن اللجان اللجان اللي هي المتابعة دي أو اللجان التفتيش دي هي اللجان دائمة مش مختصة بوقت معين وأصبح من ضمن اهتماماتها إنها تراجع تطبيق لحد الأدنى للأجور هل شركات القطاع الخاص بتمر بأزمات حقيقية لنا صرحة الفترة اللي فاتت القطاع الخاص تعرض لبعض لبعض الأزمات نتيجة السيولات السيولات دولارية نتيجة 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 ويمكن إحنا شوفنا الرئيس في أكتر من مجال كان بيدعو إلى بيدعو الحكومة إنها تقعد مع أصحاب الأعمال وتحاول تحلو مشاكلهم ويمكن كان فيه دعوة سابقة وعلى أثارها رئيس الحكومة المصرية راح قعد مع اتحاد الصناعات وقعد مع الغرف التجارية وقعد مع التحاد اللي عملين في السياحة يعني عمل عقد أكتر من جلسة ويمكن في المؤتمر الاقتصادي المؤتمر أكد على لابد من حل مشاكل القطاع الخاص وإنه هو إن إحنا نسارع بإصلاح بعض الأزمات اللي موجودة ويمكن في الفترة دي شوفنا تصريحات مهمة جدا إن السلع المخزنة في المواني تطلع بسرعة وإن توفير الدولار يعني إجراءات تمت سريعة لإصلاح يعني بعض المشاكل اللي موجودة لدى القطاع الخاص وبالفعل في خطوات إيجابية بسرعة عشان كده إحنا يعني إحنا في المجلس القومي الأجور ما كناش بنسارع في مسألة الجلسة يمكن كان فيه ناس بعمالة تطالب بسرعة المجلس القومي الأجور ما نعقدش ليه طب المجلس القومي ما أعلنش ليه لا إحنا كنا دايما إحنا حرسين إيه أن الأمور تستقر الأول المشاكل تتحل يبقى القطاع الخاص متأهب لمسألة الدفع ويتصبح لديها القدرة لمسألة تطبيق الحد ثم نعلن الأمر ويعني يعني يبقى فيه كلام صريح في مسألة ومعظم الشركات تستفيد لأن إحنا هدفنا في الأول وفي الآخر أن العامل يستفيد وإحنا في المرحلة دي كمان عايزين العامل يستفيد يعني كل عمال مصر تستفيد لعشان تقدر تواجه الوضع أو الظرف والاستثناء اللي إحنا فيه التواصل ما بين المجلس القومي للأجور والغرف التجارية شكل وعمل إزاي عشان يتم تنفيذها زيلة على وفع بص أهم ضلعين أهم ضلعين الموجودين من أصحاب الأعمال لدى المجلس يعني اتحاد الصناعات والغرف التجارية هم الأكثر عدداً والأكثر قدرة والأكثر تفاهمها والأكثر تنظيماً كمان كلام مثالي وبالتالي إحنا على تشاور يعني ممكن آآآ رئيس التحاد الصناعات أعلن لكن كان لابد من التشاور مع اتحاد الغرف التجارية لابد من التشاور من أصحاب المدارس يعني مع كل الأطراف اللي موجودة داخل مصر من القطاع الخاص عشان زي ما قلت الحارة إن إحنا نوصل لهدفنا وهو إن أكبر عدد من الشركات يطبق أو أصحاب الأعمال يطبق لحد الأدنى للجور وأكبر عدد من العمال يستفيد يعني حريك قلتلي إنه ما عندكش إحصائية دقيقة بعدد العملين في القطاع الخاص طيب حريك بتتواصل معهم إزاي وما عندكش إحصائية يعني هل بتتواصل مثلاً مع الاتحادات الخاصة بيهم أو الغرف يعني أنا النهاردة عندي كم شركة قطاع خاص أقدر تواصل معها كدولة علشان أطبق الحد إحنا مش بنتواصل مع شركات لكن إحنا بنتواصل مع الممثلين يعني مثلاً اتحاد الصناعات اتحاد الغرف ايه الاتحاد عنده عنده آلية للتعامل معهم كلام سليم عنده عارف مين هما يعني اتحاد الصناعات عارف مين هما أعضاؤه أو الشركات التابعة ليه لأنه هما ليهم هيكل بيضمهم في النهاية الغرف التبارية لهم هيكل بيضمهم في النهاية لكن إحنا عندنا يعني مثلاً فيه صناعات بره بتبقى بره المنظومة زي الصناعات الصغيرة ومتنهيز الصغر دول بره المنظومة كلام سليم أو مش مش خضعين في منظومة تحميهم بشكل كبير ومع ذلك إحنا لما بنجينا للحد الأدنى للأجور لا نسسني هذه الفئات لا نسسني العامل اللي شغاله عند بقان لا نسسني العامل اللي شغاله يعني عند حلاء يعني كل دول المفروض يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور أهم التحديات اللي بتشوفوها كمجلس قومي للأجور من خلال النقاشات حتى للصناعات صغيرة والمتوسطة لتنفيذ مسألة رفع الحد الأدنى لي 3.000 جنيه وأيضا تطبيق العلاوة للأساس يعني إحنا بنكتشف أحيانا مثلا شكاوى لبعض العمال إن هم لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور عشان كده احنا دايما بنطالب هذه الفئة من العمال بنقولهم نرجوكم طالما شركة قالت أن هتطبق لو ما طبقش عليك الحد الأدنى للأجور عليك إن انت تتقدم بشكوى لابد إن انت تدافع عن حقك مش تكتفي إن انت تقول إنها ما طبقش عليها وخلاص طالما الشرك أعلنت إنها ستطبق عليك وما طبقتش عليك إنت تروح تشتكي سواء للمجلس القاوم الأجور في لجنة الشكاوى في المجلس القاوم الأجور هتشتكي للنقابة اللي تابع يعني اللي انت تابع لي لديك النقابة تشتكي لمدريت القوى العاملة قرب مكتب مدريت القوى العاملة تابع لي يعني إحنا ما بنعقدش المسألة لأ إحنا سيجبين لك أكتر من مجال وأكتر من مساحة والأقرب ليك روح له بس المهم قول إنها ما بتطبقش عليك لا تكتفي إن انت تبقى غاضب وزعلان إن ما تطبقش عليك خليك إيجابي لا خليك إيجابي صحيح وبالتالي دي دعوة لكل العمال التي لا يطبق عليها لحد لأدنى الأجور حين تطبيق إحنا لسه ما طبقناش التي سيطبق عليها لسه في إجراءات التطبيق بالتأكيد يعني والتي سيطبق عليها خلال المرحلة اللي جاية إن شاء الله لابد أن هم يدفعوا عن حقوقهم صحيح إذن الحكومة المصرية يعني ممثلة في المجلس الأعلى الأجور بتطبق أو بتتواصل مع كل الاتحادات والنقابات الخاصة بكل العمالة الخاصة من أجل تطبيق هذا الأمر حتى لا يتم رسميا التوصل لكل هذه الجاية ولكن جاري التوصل في الأيام القادمة بنشكر لأستاذ مجدي البدا أنا بس عايز أقول كده من أخيرة فضل أنا بناشد أصحاب الأعمال أي اللي هم يعني حتى ظروفهم ما تسمحش في خلال هذه الفترة تحديدا يعني الظرف الاقتصاد الحالي إن هم يعني يبدروا ويطبقوا مش عايزين حد في المرحلة دي يقول لا مش قادر حتى لو هيدفع من جيبه أنت مرحلة وبتعدي إحنا يعني الظروف الاقتصادية بتاع الناس تحتاج أن كلنا نتكاتف ونقتضي بالدولة لأنه دا استخرى الاجتماعي شكرا جزيلا أستاذ مجدي البدا وعضو المجلس القومي للأجور على هذا الأمر شكرا جزيلا وإرجوك في اللحظه وإضاف challenges تو ترجمة نانسي قنقر جزيلا فوتر